يقول المراقبون أن التقاطعات بين قيادات البيت السياسي الشيعي ليست مرتبطة بتوازن القوى الانتخابي فحسب بل أيضا لتراجع تأثير النفوذ الإيراني بشكل لافت حيث لم تشهد بغداد والنجف زيارات مكوكية لمسؤولين إيرانيين لأن سيناريو البداء ليقلل الجهود والخسائر حسب رأي الباحث السياسي سوزان أميدي في إشارة إلى تراجع أفضلية المحور الشيعي لصالح غيره لذلك يرفع زعيم التيار صدري سقف التحدي بحكومة الأغلبية الوطنية وحسب قراءات المراقبين فأن الأمور تتجه إلى حكومة أغلبية يقررها التحالف الثلاثي بين التيار وتقدم والعزم والديمقراطية الكردستاني ما يلغي فرضية دور الشيعة لا يمكن اختزاله بـ 73 مقعدا برلمانيا على وفق رأي اجتماع الإطار التنسيقي في منزل الحكيم مع الإشارة إلى أن عقدة الحل والربط الأساسية في تعدد الأوراق المحروقة يتمثل في تفرغ إيران لمعالجة الشأن الداخلي وترك الخارج لأهله ما سيغير البوصلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن مع قرب افتتاح السفرات في طهران والرياضة